وصلنا دلوقتي لسؤال إسراء أم محمد إسراء بتقول ابني سنتين وبيخاف يعمل ستول اللي هو البراز يعني بيخاف سواء في البوتي أو التويلت أو التويلت يعني طيب مبدئياً حكاية الخوف من البوتي اللي هي الأصرية أنا قاسم أنا بقولها بالعربي بس عشان لو في ناس مش عارفة يعني إيه بوتي تمام؟ مبدئياً الخوف من موضوع البوتي أو القصر الأصرية أو التويلت الخوف أمر وارد حدوثه عند أطفال كتير قوي يعني مش حالة خاصة يعني يا إسراء لا إسراء يا صاحبة السؤال مش حالة خاصة تمام؟ ولكن لا يجب التقليل من هذا الخوف بالمناسبة يعني يعني إيه يعني ما نقولش إيه يعني إيه إيه اللي بيخوف في الموضوع ما هو الأطفال كده الأطفال بيخافوا من حاجات تبدو لنا غير منطقية ولكنها شديدة المنطقية بالنسبة له يبقى النصيحة إن إحنا نتعامل مع الموقف باحترام باحترام لهذا الخوف إزاي؟ إن إحنا نشرح له نشرح له إن البوتي دي أو التوالد دا دا ما فيش حاجة تخوف دا طبيعي أهو لو مثلا البوتي دي هو يقدر بنورها له بيمسكها والكلام دا كله وهكذا قدي التوالد اهو وإحنا بنعمل فيه عادي وفيش حاجة بتحصل فيه عادي خالص والكلام دا كله تمام؟ طيب في السؤال قالت إسراء إن هو بيخاف يعمل ستول اللي هو البراز يعني معنى كده إنه بيعمل البول أو بيعمل التبول عادي ودي نقطة مهمة يعني دا أمر يتبني عليه فاهمين قصدي؟ يعني هو مش بيخاف من العملية كلها لا هو خايف من جزئية البراز خلاص؟ فهنا إحنا مطلوب مننا استكمال عملية تدريب الطفل بس هو النقطة الخطيرة الحقيقة في السؤال اللي لفتت نظري مش عارف لفتت نظر كنتوا كمان ولا لأ بس يا لفتت نظري هو عمر الطفل إن إسراء بتقول إن ابنها سنتين وبيخاف يعمل ستول في البوتي أو التوالد وأنا برجع أقول لإسراء ولكل الأمهات لأن دي نقطة خطيرة وكل الأباء وكل الجدود والجدات إن عملية التعليم بتبدأ من عمر سنتين يعني واضح كده يا إسراء إنك بدي من بدري والبداية بدري لن تجني منها شيء خلق لن تحصلي على النتيجة اللي في الدماج هتوصلي برضو لنفس المعدل الزامن عارفين حاجة شبه إيه؟ شبه بالزبط لما نبقى ماشيين في شارع وفي عربية كده عملة تعمل حاجات وبتاع عايزة تعدي عايزة تمشي بسرعة وفي بعد مئتين متر إشارة فهتلاقي اللي بيعمل كده واللي ماشي طبيعي لتنين تقابلوا في الإشارة برضا فهمتي قصدي؟ يعني إنك تبدأي بدري في عمر بدري مش هتحصلي على نتيجة بالعكس في الموضوع ده بقى مش موضوع العربية في الموضوع ده بقى اللي هو المهارة دي أحياناً الضغط على الطفل بدري زي ما قلنا في الحلقتين اللي فاتوا اللي خاصين بالموضوع ده يعني ما بيجيبش نتائج إيجابية خالص وبيأخر عملية التدريب ترجمة نانسي قنقر